السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبي ومتباعد الفتح في كل مكان صحرا ان كان او بستان بحبكم في الله كده بقى المؤدمة هي تتغيرت خلص على المؤدمة التانية النهاردة في ناس طلبت مني كتير حملة لاقصاء مليون وستمائة الف يوتيوبر مصري بس ماجي بس ابيض يا ورد فيش حاجة خالص خالص ولا حتى راسب ابتدائية حتى ما خدش ما بقاش راسب ابتدائية ولا حتى يمكن راح سنة رابعة ابتدائية يمكن غايته ان هو يمكن راح لحيدا المدرسة وراجح في اول يوم هو في سنة اولى وما رحاش ولا عتى هؤلاء انتشروا كما ينتشر مش عارف ايه في الهشيم يعني انتشروا انتشر رهيب جدا على اليوتيوب خاصة ان اليوتيوب بيجمع بين الكوميديا الساخرة انا داخل صحيح ادحل يعني انا في الاساس كنت داخل اليوتيوب ده عشان ادحك وقعد وقت جميل مع بعض الاصدقاء بس ما وصلتش اني هتبقى الكوميديا السوداء لدرجة ان انا مرة حضرت احد البسات انا المليون وستمائة الف بصمجي ودي نسبة مؤكدة واكيد حيبقى فيها بعد كده دراسة عليهم والناس هتعمل ابحاث كبيرة عليهم ازاي توغلوا المليون وستمائة الف بصمجي في غفلة من الناس ازاي دولة انتشروا واللي بيقدم حاجات على فكرة علمية وكلام من ده محدش بيبصلوا ولا بيسمع له ولا بيروح له ولا بيقول له انت بتقدم ايه يعني ولا بيقول له انت بتقدم ايه فدولة ازاي انتشروا كده في اليوتيوب وحققوا هم لهم نزمة مشاهدة كتير بالملايين ومحققين ارباح وملء السمع والبصر بل ان فيه ناس منهم معها بوديجاردات وفيه ناس بابتقدرش تبشي في الشارع الناردة بسهولة نتيجة المعجبات والمعجبين واللي بتقول له لازم اتصور معاك وحاجات كتيرة جدا وبقوا نجوم مجتمع وبقوا نجوم فضائيات النهاردة وبيطلعوا في الفضائيات وحيطلعوا كتير احنا هنشوف الكلام ده في اللي جاي ده احنا هندحك ده احنا هندحك ده احنا هندحك ده في اللي جاي ده حاجة صعبة قوي يا جماعة بل ان فيه بعض بعد الاخت اليوتيوبر دي رحت عشان ابص فلاقيت فيه بنت عليمنها وبنت على شمالها بيترجمولها يعني اللي بيحصل وكلام من ده والتاع فاتفجأت واحدة بتقول لها يعني زوجك فيه يعني انت قاعدة اخوك معاك واخوك ليه لقب كمان اسمه الزعين وبصماجي برضه ما هي شوطة فره فره زي اللي تيجي للفراخ ما هو محدش هيقعد يعني هتقعد مع الدكتور زوين ولا عباس محمود العقاد ولا نجيب محفوظ ما هو مش هتقعد غير معاه يعني الطيور على اشكالها تقع المهم ان الزعين قاعد برضه ابيض يا ورد والسطرة بتبني يا جماعة يعني البصماجي بيباك كده هو في البس بالذات بيبقى واضح ان ده هذا الكائن بصماجي فالمهم من علي الصغير عيال في منطقة الجمال وبيرض يعني على المتابعين فبترد بتقول لها واحد بيقولك فين زوجك فقالت لا زوجي هج هي كلمة درجة لان هي من منطقة شعبية يعني هج يعني طفش ساب البيت ومشي فالسيدة اللي هي خليجية قالت لها ويش يعني هج هجين جوزك هجين هي طبعا اليوتيوبر بسم الله ما شاء الله ضخمة جدا جدا ايش بدي ده انت اه لازم يبقى جوزك هجين بالفعل لان انت ضخمة فالبت بتقول لها مش فهم البت اللي عدها عشر سنين مش قادرة توصل للمعلومة لليوتيوبر ضخمة اللي قدام البصواجية بتقول لها يا كتبة بتقول مش عارف ايها جي قالت لها سيبك منها ومتابع روحي فقالت لها انا متابعتك من الخليج قالت لها لا ما تزعليش ما تزعليش صاعد بعرفت انه هي بالخليج يا حول المهم والتاني واحد طلع في دماغه يقول قصة حياتي وكتاب حياتي يعين وقصة الكفاح اللي بدأت مش عارف منزو ايه وموسيقى تصورية وآه والناس هتبكي والناس هتعيط انا فكرت اني بنحكي عن عبداللطيفة برجيلا ولا عن عثمان احمد عثمان يعني انا قلت ولا عن طلعت حرب انا في ايه ما احنا حارفين قصة حياتك ان انت بتجوز ثلاث ستات واي لك ايه لك ايه لك وقصة حياتي ايه يا اخوان ما فيش حيات خالح قصة حياتة ايه ما حرام يا جماعة احنا حرام يعني يوصل بنا الحل ان يطلعوا هؤلاء اليوتيوبرات يبدأوا ينشروا التاريخ ليه طيب ما هيقولك انا هتجوز مثلا هتجوزها الاولى في سالة مثلا تمانين او خمسة وتمانين او ستة وتمانين طيب والاولاد جبت مش عارف ايه والزواجة التانية جبت كلام يعني تهريجي يعني احنا بنكلم محمد بيه ابو العنين ولا بنكلم هشاب بيه طلعت مصطفى ولا خول بشباد اصطرق مصطفى ولا انا ما عرفش احنا بنكلم ولا محمد ولا خبيس ولا ولا الله يرحمه الحج مصطفى السلام ولا عائلة سويرس ولا احنا بنكلم احنا فيه اقول يا اخوانا عشان انتم مفكرين يا اخوانا احنا ما بنتكلمش على الحارة ولا كده والتاني وبعدين اسماء غريبة جدا اللي بسمي نفسه سكر سكر واللي بسمي نفسه الزعيب واللي بسمي نفسه الملك واللي بسمي نفسه المعلم واللي بسمي نفسه العمر اسماء ما تخطر على بال مش مهم الاسماء مش ب بلاش يا عم عادل ما انتم سمي نفسك خبير متخبر يا عمم صحوا الاسم ده إذا كان اسم خبير متخبر مزعى للناس ملاش خلص الخبير المتخبر وإلي هنضم لمجموعة المليون وستمائة ألف بصمجة على منصة اليوتيوب إحنا ده اللي إحنا مش عايزينه إحنا هل ده يبقى محتوى هل ينفع يبقى ده محتوى في منصة اليوتيوب وندحك عن ناس والناس تعايت على فكرة وقل لنا ولازم تقول لنا يا فلان وعملت إيه وبعد ما جوزته وبعد ما طلقت والراجل بعد ما يجوزه يطلق ما هيخلف عيال وحيجب من تاني عيال وحيجب من ده عيال وحيصيب عيال إيه اللي فيه دي اللي فيها الدراما يعني أنا عايز أعرف يعني المهم معلنا التاني برضو قاعد سكر سكر الحياة إيه الفايدة أن أنت قاعد تاكل في الدبابيس بتاعة الفراخ علشان سنانك مثلا ضعيفة شوية وقاعد حالة صعبة تخش التوالد وانت بنفس إيدك اللي انت واكل بيها أتكيد فيها أدام معرفش غسلت ولا لا إيه المهمة طلعت من التوالد وخلصت التوالد مش تروح تغسل إيدك أنا معرفش التوالد فيه ماء ألاقيك داخل على الأكل بتكمل أكل أنا مش عارف إنت غسلت إيدك ولا لا الرحمة من عندك يا رب الرحمة اللي احنا احنا مش حنقدر على كده على فكرة يعني احنا لنا طاقة أو لنا تحمل وبعد كده والتاني جاي بولاده وقاعد 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 خطب خطبته وأقدر أعمل فيك وأقدر أجيلك وأقدر أشدك هو بلتاجة يا جماعة هو إحنا إنتوا هنا قاعدين فيه هو بقى اليوتيوب حيبقى مرتضع مرتضع للبلتاجية وقطع الطرق هو فيه يا جماعة فيه إيه عيب احنا لازم ان احنا نلتقي لنرتقي لا لازم منصة اليوتيوب تبقى منصة هادفة للناس كلها ماينفعش ماينفعش كده بجد يعني ده احنا القنوات دي على فكرة معنى ان انت إزاي أنا يبقى صاحب قناة إزاي أنا يبقى صاحب قناة وأنا بسماجي وما معيش حد وبارده عن الناس ما اناش عارف هو بيتخنقوا ولا لا بواحدة بتسأله بتقوله ازاي تعرف الناس بتتخنقوا لا لا لو التكست جري الكومنتات جري هتأعرف انهم بيتخنقوا هو ده خلال هل ده ينفع وبعدين خلي بالكم ان فيه قنوات نسبة مشاهداتها عالية جدا تعادل قناة فضائية وفي نفس الوقت ان القنوات دي هي اللي جذب المراهقين وجذب الجمهور وجذب بعض الناس من بعض الدول العربية انها تبقى قاعدة وراكمة وفي هذه القنوات لانهم بيشوفوا صورة المجتمع المصري عايزين يشوفوا موضوع الطلاق وصل فيها ايه خد البنات حيدها البنات لا مش عطاها البنات لا القناة ايه لا ده فرش الملاية لحد من اهله لا ده هي همش عارف ايه الموضوع ده عيب يا جماعة عيب ما فيش اي محتوى ابيض يا ورد حرام بجد اللي بيحصل ده حاجة اساءة كبيرة جدا للدولة المصرية اللي ما تستهلش مننا ابدا ان ابنائها يسيقوا لها فما الحسن انا بقى طب نقصوهم ازاي وهم رح ينقبضوا مش انت لك حساب في البنك دلوقتي ما فيش بقى وسطر يونيون ولا اي حاج كل حساب انت صاحب قناة هو انا علشان دلوقتي اطلع رخصة عربية بيحصل ايه اي واحد بيتم ان هو يشوفه بيعرف يقرأ مال حيقوله ده شرح كذا خش يا صار ممنوع له خوف قطعيا ما هو انت اخطر اللي انت قاعد ده اخطر 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 فلازم اقل حاجة اقل حاجة انا ما قلتش يبقى معاه مؤهل عام او حتى مؤهل فول مؤهل متوسط او مؤهل فول متوسط ينشالله حتى معاه ابتدائي او راسب ابتدائي او يجيد يجيد القراءة والكتاب او حتى معاه اعدادية يا جماعة علشان يطلع له حساب بنكي يربطوا بحسابه ده حاجة كارسة بجد اللي بيحصل ده اللي بيحصل ما ينفعش خالص ما ينفعش هؤلاء المليون وستمئة الف يكونوا متواجدين على منصة اليوتيوب معا جميعا ايد واحدة هنرفع شعار بتر المليون وستمئة الف بصمقي من على منصة اليوتيوب انا اعرف منهم تقريبا تقريبا حوالي مية وستين مية وسبعين يوتيوبرز هحاول من الان ان انا ابطر فيهم على اند مادر يعني كل التحية لكم والاحترام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته